يتناوب قادة الاحتلال المتطرفون على اطلاق تصريحات تحريضية وعدائية ضد ابناء شعبنا كان اخرها تفوهات ما يسمى بوزير الامن القومي اتمر بن كبير الذي دعا الى اعدام الاسر القابعين في سجون الاحتلال وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة التي كفلتها لهم المواثيق والاعراف الدولية كجزء من عدوان الاحتلال الغاشم على ابناء شعبنا وطالت كل المستويات السياسية والأمنيتي والاقتصادية לצערי ולתדהמתי הייתי צריך לעשות בימים האחרונים בשאלה אם להנוח בוט יש סלסלת פירות, יש פירות, אין להם פירות ואני אומר לטעמי צריך להוריד אותם בכדור בראש, לעשות עונש, מוות למחבלים ולהעביר את הצעת החוק של עוצמה יהודית בקייה השלישית אבל עד אז אנחנו ניתן להם את המינימום שמתחייב לפי החוק לא יותר מזה الدعוות הוא לקטל الاسרה والتنكيل بهم لم تكن مجرد تصريحات كلامية بل تعكس واقع الحال داخل السجون التي تحولت الى مسالخ ومراطع للتجويع والتعطيش والمرض حيث يدخل الاسير الى السجن ويعاني ما يعانيه في فترة اعتقاله وعندما ينتزع حريته يخرج بملامح جديدة عيونه غائرة وجسده نحيل وتجاعد وجهه تروي تفاصيل الحياة اليومية القاهرة في ظل الحرمان غير المسبوك للمأكل والمشرب ناهيك عن الاسر المرضى الذين يكابدون سياسة الاهمال الطبي وباتوا فرائس سهلة للسقم ينهشوا باجسادهم النحيل محاولات حكومة الاحتلال بكافة اضرعها العسكرية والقضائية التنكيل بالاسرى وصولا لاعدامهم ببطء يدق ناقص الخطر على حياة الالاف من الاسرى المغيبين خلف القطبان الامر الذي يتوجب تدخلا فاعلا لكبح جماح سياسة الانتقام الممارسة من قبل مصلحة السجون وبتعليمات من اعلى المستويات السياسية في تل ابيب التي تستغل انشغال العالم بما يدور من عدوان شامل ومجازر يقترفها جيش الاحتلال ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية خالد مطاوع تلفزيون فلسطين